بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل مملكة البحرين الشقيقة علاقات الأخوة ومستوى تطور التعاون والعمل المشترك بين البلدين في جميع المجالات بما يحقق تطلعاتهما نحو التقدم والتنمية ويخدم مصالحهما المتبادلة بالإضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك حمد بن عيسى اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان والوفد المرافق وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين ورحب جلالته بزيارة سموه والوفد المرافق إلى بلده الثاني البحرين وتبادل الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع قيادتي البلدين وشعبيهما وقدم سموه تعازيه ومواساته إلى جلالته في الشهيد الرائد عبدالله النعيمي الذي استشهد مع عدد من رفاقه من منتسب القوات المسلحة الإماراتية مؤخرا إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال وهم يؤدون مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيلها وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية ومسارات التعاون بينهما حضر لقاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يضم كل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد الانهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون الانهيان مستشار شؤون الخاصة في ديوان رئاسة وعدد من كبار المسؤولين وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان قد وصل إلى قاعدة صخير الجوية في وقت سابق اليوم حيث كان في استقباله صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين وعدد من كبار المسؤولين في المملكة كما زار صاحب السمو الشيخ رئيس الدولة يرافقه صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة مبنى قيادة الحرس الملكي وتعرف على مرافقه وملحقاته ولدى وصول سموه إلى مقر القيادة عزف السلام الوطني للبلدين والتقى سموه عائلة الشهيد الرائد عبدالله النعيمي وأعرب عن خالص تعازيه ومواسته إلى ذوي الشهيد دعيا المولى عز وجل أن يتغمده وشهداء الإمارات بواسع رحمته ومخفرته ويلهما ذويه الصبر والسلوان